مساء الخير زوار في الجول دوت كوم كان نفسي أظهر معكم في ظروف أحسن من كده نتكلم عن الشكل اللي ممكن يظهر بيه الأهلي والشكل اللي ممكن يظهر بيه الزمالك في مطشق كمة لكن كالعادة وزي ما كان أغلب الناس متوقعين من الأخبار اللي بتادي تتنشر مبارح أن مباراة الكمة تأجلت لأجل غير مسمى الحقيقة أن التأجيل ده يمكن يكون بالنسبالي أو أنا شايف أنه هتكون أثاره السلبية أكتر بكتير من السنين اللي فاتت اللي كان مطشق كمة بيتلعب فيه في وقت محدد كانت بتبقى القرعة موجهة أن الأهلي والزمالك لعبوا دايما في الجولة الأخيرة من الدور الأول والجولة الأخيرة من الدور الثاني ليه؟ لأن كان عندنا وعد من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم بدوري منتظم بدوري مفروض أن كل مطشقه متحدد لها معاد محدد وملعب محدد وأحيانا بعض المباراة دي هتكون بجمهور بموافقة طبعا الأمن ودي أول مصمار الضرب في وعد اتحاد الكرة طبعا بأن اتحاد الكرة النهاردة كان واضح لظروف أمنية بداية البيان لظروف أمنية أو بطلب من الأمن تأجيل مباراة الكمة لكن أنا برضو بشوف أن هل اتحاد الكرة استنفس كل محاولاته علشان مباراة الكمة تتلافم عادة؟ يعني دايما إحنا كان عندنا انتقاضات للمجلس السابق أن ما بيحولوش مع الجهات الأمنية أن هم تكون دايما مصلحتهم رقم واحد رايحة للكرة ورايحة لانتظام المسابقة فده كان بيصفر في النهاية أن عندنا كم مباريات غير طبيعي مؤجل قبل نهاية الموسم وبنتر طبعا أنه بيبقى فيه نوع من أنواع عدم تكافؤ الفرص فبتحصل المشاكل اللي كنا بنشوفها وتقررت السنة اللي فاتت في الموسم الجملي اللي ابتدى في الصيف وخلص في الصيف لكن أنا مش شايف الحقيقة أن اتحاد الكرة حاول في الموضوع ده تحديدا خصوصا أن المباراة في الأول كانت هتتلاعب في استاد القاهرة بعد كده سمعنا عن اقتراح بنقلها لملعب برج العرب وبدون جمهور وبعد كده قبل ما يطلع النهاردة قرار التأجيل هالاتحاد الكرة استنفس كل محاولاته لازم مسؤول من اتحاد الكرة زي ما هم كان عندهم شجاعت أن هم يخرجوا قبل بداية الدوري ويقولوا يا جماعة الدوري هيبقى منتظم والدوري هيبقى موعده محددة والدوري ملعبه محددة النهاردة لازم مسؤول يتحمل مسؤوليته ويطلع يتكلم عن أسباب التأجيل ده وإن اللي حصل وإن الحلول اللي قدمها اتحاد الكرة والأمن رفضه علشان في النهاية المباراة يتم تأجيلها لأجل غير مسامة النقطة الثانية اللي هتكلم فيها هو ليه أصلا احنا اخترنا معاد واخترنا ملعب ممكن الأمن يعترض عليه ما ده برضو حاجة كانت الناس بتنتقد عليها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بأنه هو كان بيحدد موعيد للمطشاط وملاعب للمبارايات وفي النهاية لا الملاعب بتاخد موافقة الأمن ولا المبارايات موعيدها بتاخد موافقة الأمن فبنتطر نحن نأجل مطشاط كتيرة أنت دلوقتي قبل بداية الموسم هل حصلت على موافقة من الأمن على إقامة المباراة يوم السابق على ملعب القاهرة ده سؤال مفروض ان اتحاد الكرة يرد عليه ولو ده حصل ايه سبب تراجع الأمن دلوقتي ولو الأمن تراجع على سبيل المثال عن الملعب ليه المباراة تؤجل لو كان في فرصة أنها تقام في برج العرب بدون جمهور المشاكل اللي كان ممكن تواجه اتحاد الكرة في التمسك بمطلبه ده أنا مش هتكلم عن ظروف الأمنية لأن في النهاية الأمن قدرة بظروفه فهو يقدر أكيد أنه هو يقول أسبابه اللي بتخليه ترفض إقامة المباراة في نفس اليوم ده لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الأسباب القروية هل اتحاد الكرة أدى مهمته حتى النهاية في تقديم حلول علشان المباراة تقام في موعدها وده أنا أعتقد أن احنا محتاجين نشوف مسؤول بيتمتع بالشجاعة يخرج يتكلم ويصرح إيه اللي حصل بخصوص الشأن ده خصوصا أن اتحاد الكرة الموجود دلوقتي مش هو مجلس منتخب لا ده مجلس معين لمدة سنة من المفترض أنه هو جاي يحسن من أوضاع الكرة في مصر علشان ما نشوفش اللي كنا بنشوفه في السنين اللي فاتت فأعتقد أن دلوقتي دورهم إنهم يخرجوا ويتكلموا ويقولوا أسباب التأجيل وإيه كانت محاولاتهم علشان ده ما يحصلش ده بالنسبة للشك الأول أو السلبية الأولى اللي أنا شايفة من كار التأجيل السلبية التانية أن أنت بتفتح الباب لأي طرف عايز يأجل مباراة إنه هو بقى يطلب بقى التأجيل يعني من المميزات اللي كانت موجودة في أول تلات أسابيع من الدوري إن في فعليا فرق ابتدت تتكلم إحنا سافرنا أسوان وهنرجع هنلعب إزاي موتش بعد ثلاث أيام شفنا الأهلي بيلعب ضد الإنتاج الحربي يوم الأربع وبيلعب ضد أسوان فأسوان يوم السبت ما كانش فيه اعتراضات يعني كان فيه فوارق زمنية ثلاثة أيام وصفى لأسوان والأنديها ما كانش بتعترض ليه بحجة إن الدوري منتظم وإن الدوري ماشي على الكل لكن فعليا مع بداية ظهور حتى وجود أخبار بنية تأجيل مباريات خرج رئيس نادي سموحة فرج عامر وطالب بتأجيل مباراته المقبلة في الدوري علشان تتلعب يوم السبت فأنت هتفتح الباب بقى للطلبات من النوعية دي وطبعا الرد حيكون موجود إش معنى؟ دايما هتسمع كلمة إش معنى في اللي جاي الأهلي على سبيل المثال وهو اللي كان متمسك بإقامة المباراة أعتقد إن فيه مباريات مقبلة ممكن جدا يتكلم عن إنه هو عنده سفر في أفريقيا ومحتاج تأجيل مباريات وإن الفترات الزمنية مش مناسبة له الزمالك نفس الحال ممكن يطلب الطلب ده الإسماعيلي المصري الفرق كلها اللي بتلعب في بطولات خارجية ممكن جدا تطلب الطلبات دي ووقتها إنت اتحاد الكرة حطيت نفسك في مقزك إن إنت وقتها هتبقى بتكيل بميكيالين لكن في النهاية إنت برضو المسؤول عن انتظام جدول المسابق لأن إنت من الجولة الرابعة دلوقتي عندك مطشين مؤجلين الأهل والزمالك وعندك طبعا مباراة طلاع الجيش لأنه طلاع الجيش هيشارك في كأس العالم العسكري وبعد كده عندك من بعد الجولة الخامسة توقف للدوري علشان مباراة كأسوانة إفريقية تحت 23 سنة يعني حيبقى عندك كم مؤجلات كبير ما بينهم مباراة الكمة لما بين الأهل والزمالك اللي شكلنا زي المعتاد في السنين الأخيرة لما حيتحدد لها معد هيكون في آخر أو في نهاية الدور الأول تعالوا بقى ننتقل للكلام عن الأهل والزمالك هل كان أحسن له من المباراة تلاعب ديوم السابت ولا كان أحسن له من المباراة تأجل أنا رأيي الشخصي وأغلب متابعين الزمالكوية أعتقد أنهم ممكن يختلفوا معاه إن من مصلحة الزمالك إن الزمالك كان يلعب المطش ده قبل مواجهة جنرسيون فوت الزمالك صحيح إن هو تعادل مع نادي مصر بأداء يمكن مش أفضل حاجة أو ما كانتش الناس متوقعا لكن في النهاية هو يحتاج المطش ده لتثبيت الأقدام قبل مواجهة جنرسيون فوت وإن الفرقة تبقى عارفة فعليا إحنا وقفين على الأرض عاملة إزاي لكن لو لا قدر الله الزمالك خسر من جنرسيون فوت أعتقد إن حيصدر قرار إقالة ميتشو مباشرة فوقتها هنرجع لنقطة السفر بالنسبة للزمالك عكس مباراة القمة أعتقد إنها كانت هتبقى فرصة كويسة للزمالك وفرصة لميتشو إنهم يعني يحاولوا إنهم يكتسبوا رضا الجمهور من أول وجديد ولو فشلوا في ده ففعليا الزمالك برضو حيبقى عارف قراره بالنسبة لميتشو حيبقى عنده وقت أطول لدراسته قبل مواجهة جنرسيون وحتى بعد كده لو فاز على جنرسيون حتى لو كان خسر ماتش القمة أعتقد إنه برضو ما كانش هتبقى حالة الغضب كبيرة من ميتشو أو من اللاعبين خصوصا إن بعد مباراة نادي مصري كان فيه فترة توقف دولي أعتقد إنه ممكن يكون يشتغل عليها بشكل كويس وحسن أو يعني يشتغل على تضارق أخطاءه في مباراة القمة فهو يحتاج مباراة القمة دي علشان يرجع يكتسب ثقة الجماهير مرة تانية ويكتسب ثقة لعبيه مرة تانية خصوصا إن الزمالك يعني مش محصلتش مصيبة يعني الزمالك عنده سبع نقاط ولو كان فاز بمباراة القمة حيتصدر جدول الدوري بالنسبة للأهلي فطبعا كل مشجعين الأهلي متضايقين وزعلانين من قرر التأجيل وده ممتقد جدا إن الأهلي فاز في أول ثلاث ماتشات في الدوري وقابلهم على الزمالك نفسه في السوبر ففيش أي مبرر بالنسبة لهم للتأجيل هم عايزين الماتش يتلعب لأن يعني من عقلية اللاعبين في مصر حتى دايما تقولك الفوز يجي فوز فهم دلوقتي هو مش مجرد فوز لا هم أطر ودايس على كل المنافسين داس على الزمالك في السوبر وبعد كده داس على سموحة ودايس على الإنتاج الحربي ودايس على أسوان ودايما الأداء في مراحل تصاعد يعني شفنا إزاي الفوز على الإنتاج الحربي وبنفس التشكيل بيفوز على أسوان بعد رحلة شقة بخماسية فالناس كلها كانت مستنية بقى تشوف إزاي الفرقة دي حتقدم أفضل ما لديها في مباراة الزمالك بعد فترة راحة وبعد فترة توقف دولي حتى تقلق فيها لعاب الأهلي يعني شفنا حمدي فاتحي بيسجل مع منتخب مصر أول أهدافه الدولية في الظهور الدولي الأول وشفنا حسين الشحات برضو بيقدم مباراة كويسة ومحمد مجدي أفشا ودول كانوا أبرز نجوم الأهلي حتى محمد رمضان صبحي قدم شكل كويس مع منتخب مصر أوليمبي ضد جنوب أفريقيا فأسلحة الأهلي الهجومية كانت متعلقة وجمهور الأهلي كانت مستنى المباراة دي علشان حتى كمان هم شخصيا محتاجين يشوفوا فيلر وصل لأد إيه لأن فيه ناس كتيرة جدا بتحكم دلوقتي بعقلانية بتقول إحنا صحيح فيلر ماشي معانا بابداية ممتازة لكن ما ننساش إن بداية تلصرتي على سبيل المثال كانت ممتازة وفي النهاية خالص كان جمهور الأهلي مش عايزه يكمل وكان بيطالب حتى بيقالته قبل ما إدارة النادي الأهلي تتخذ قرار بيقالته لكن دلوقتي وما كانوا مستنين مطش الزمالك ده علشان حتى كمان يكون حكم أكبر على فيلر في الدوري إنه خلاص إنت يعني توليت صحيح مسؤولية الفريق في ظروف صعبة وما كانش عندك وقت طويل للتحضير لكن كان عندك فترة توقف دولي تقدر تشتغل فيها بشكل أكبر حتى من الفترات اللي حصلت عليها قبل كده فكانوا عايزين يشوفوا نتاك ثمار عمل اللاعبين مع فيلر لفترة طويلة هيكون إزاي ضد الزمالك في الدوري وأكيد مباراة الزمالك في الدوري مختلفة وأهم من مباراة الزمالك في السوبر حتى كمان ميتشو اللي ما كانش وقتها شاف فيلر وما كانش شاف في الأهلي مع فيلر هو دلوقتي شاف في الأهلي مع فيلر وشاف فكر المدرب الأهلي اللي بيلعب بصراحة فكري ثابت رغم الروتيشن واعتماده على أكثر من لاعب لكن في النهاية هو فكره ثابت وطريقته ثابتة مع كل الأسماء فأنا بالنسبة لي حتى على المستوى الفني بعيدا عن المستوى الإداري أو التنظيمي أنا كنت شاف أن مباراة القمة يحتاجها الأهلي في الفترة دي وبيحتاجها برضو الزمالك في الفترة دي خصوصا أن الزمالك موقف ويمكن يكون أصعب شوية لأن المباراة اللي بعد القمة على طول القمة المؤجلة خلاص هتبقى المباراة الأفريقية ضد جنراشيون فوت لكن الأهلي عنده مباراة الجونة يوم الأربعة ممكن تكون مباراة يعني أقل شوية في النهاية المستوى الفني أو أهدة من المهمة اللي رايح عليها الزمالك فالزمالك أعتقد أنه ممكن يكون كمان تضرر أكثر من الأهلي بالقرار التأجيل عامة خلاص مباراة القمة تأجلت والقرار صدر نهائيا أنا حستنى أعرف رأيكم أنتو بقى من ناحية برضو الإدارية ومن ناحية التنظيمية شايفين قرار التأجيل ده وطبعا أنت كمشجع للأهلي هتقول رأيك وانت كمشجع للزمالك برضو هتقول رأيك سواء كنت معه أو ضد قرار التأجيل خلوني يشوف أنتو كان قراءكم إيه في تعليقاتكم على الفيديو